بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما أجمل أن نعيش روضات الجنات ونحن في الدنيا الجنة لا شك في الآخرة ثواب أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لكن ما أجمل أن نعيش روضات الجنات ورياض الجنة ونحن في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِمْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ وَقَالَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ بل يقول مولانا سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فيا أيها الصالحون أنتم في سعادة أصلا أنتم تعيشون في الدنيا روضات الجنات بنص حديث نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا اجلسوا اطلبوا ألحوا على الله في الدعاء تعلموا تدبروا تفكروا لا تبرحوا هذه الأماكن إلا وقد استفدتم قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق العلم نعم حلق العلم روضة من رياض الجنة وفي رواية حلق الذكر الذكر العلم كراءة القرآن كل هذه المجالس روضات الجنات تتنزل فيها السكينة تتنزل عليك الملائكة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أليست هذه روضة من رياض الجنة نعم والله إنها الروضة من رياض الجنة حلق القرآن حلق العلم حلق الذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وقد خرج على الصحابة وهم يذكرون الله يقولون لا إله إلا الله يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال رسول الله ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما حبانا من نعمة على نعمة الإسلام على نعمة التوحيد على نعمة الإيمان قال رسول الله آه الله ما أجلسكم إلا هذا أي بالله ما جلستم إلا لهذا قالوا آه الله ما جلسنا إلا لهذا يا رسول الله فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ليس عندي شك في هذا أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنني رأيت الله تعالى يباهي بكم الملائكة أيها الزاكرون في حلق الذكر أيها التالون أيها القارئون لكتاب الله تعالى أنتم في روضة من رياض الجنة أنتم موضع مباهات الله تبارك وتعالى بكم الملائكة أنتم في روضة من روضات الجنات وأنتم في الدنيا أسأل الله تبارك وتعالى ذلك أن نكون دوما في هذه المجالس ومع أهل هذه المجالس أهل الله إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أسأل الله تعالى أن يجعلنا على الدوام في روضات الجنات في الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى موسيقى